زي ما احنا شايفين اليوم عندي مقارنة بكاميرات الايفون 13 برو ماكس والس 22 الترا و 14 برو ماكس طبعا لاحظوا كيف التصوير تبع الكاميرات للجوالات الثلاثة اشي خرافي طبعا اكيد في تحسينات لكاميرات الايفون 14 برو ماكس زي ما احنا شايفين لاحظوا بالنسبة الايفون 14 برو ماكس صار في نعومة اكثر في الصورة بالنسبة للس 22 الترا نمط التقاط الصور زي ما احنا شايفين الزوم تبعه اعلى من الايفونات الاثنين 13 و 14 برو ماكس زي ما احنا شايفين الايفون 14 برو ماكس لاحظوا كيف صار في تحسين على الكاميرا لاحظوا عندي هنا بنمط التقاط الفيديو زي ما احنا شايفين اعلى مجال للتزويم بالايفون 14 برو ماكس و 13 برو ماكس اللي هو زي ما احنا شايفين 3 اكس بالنسبة للس 22 الترا 6 اكس طبعا الاعدادات هنا فور كي زي ما احنا شايفين يعني اعلى مجال للدقة في الكاميرا لاحظوا هنا منجرب الزوم العالي بالفيديو زي ما احنا شايفين طبعا الزوم بالس 22 الترا احسن من البرو ماكس 14 ليش لانه الزوم بالايفون 14 برو ماكس بوصل لتراتة اكس بس بالس 22 الترا بوصل ستة اكس احظ كيف احنا عملنا منغير اعدادات الزوم زي ما احنا شايفين لاحظوا هنا بقدر اتحكم انا بالزوم للفيديو في كل جوال لاحظوا هنا حطيت اتنين اكس لاحظوا هنا حطيت تلاتة اكس واقل مجال للتزوين بالنسبة للس 22 الترا زيرو بوينت ستة بالنسبة للبرو ماكس 13 و 14 اقل مجال للتزوين زيرو بوينت سفر فاصل خمسة بالعشرة اكس زي ما احنا شايفين يعني في فرق بسيط بالنسبة لا الايفون في اقل درجة زوم بتصوير الفيديو لاحظوا كيف نعومة الصورة بالايفون 14 برو ماكس لاحظوا عندي الحين راح ننتقل لنمط البوردري زي ما احنا شايفين منحول الجوالات الثلاثة لنمط البوردري عشان نشوف الفرق بالكاميرات للجوالات الثلاثة راح احطهم على نفس الزوم هنا بالبرو ماكس 14 محطوط على 3 اكس لاحظوا في فرق في نمط البوردري بين الايفون 14 برو ماكس وايفون 13 برو ماكس زي ما احنا شايفين لاحظوا كيف الالوان في نمط البوردري كل جوال بعطي الالوان الخاصة فيه لاحظوا كيف كل الجوالات تصويرها رائع لكن في فرق زي ما احنا شايفين منلاحظ البرو ماكس 14 في نعومة في الالوان اكثر من الاس 22 الترا والبرو ماكس 13 منلاحظ برضو بالاس 22 الترا نمط البوردري افتح من الجوالات الثانية زي ما احنا شايفين لاحظوا كيف جودة الصور في الجوالات الثلاثة زي ما احنا شايفين شفنا بعض الفروقات التقنية والفنية في التصوير واعدادات الكاميرا لكن ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل وراح نشوف كمان انات التصوير المختلفة ايش رأيكم في الجوالات الثلاثة انو اللي عجبكم وانو اللي حسيتوا تصويره افضل ايش اللي بتحبوا تمتلكوا من هاي الجوالات اكتبوا لي رأيكم في خانة التعليقات ولا تنسونا من الاشتراك في القناة والشير واللايك